إزاي بقى نطور التحكيم في مصر؟ إزاي نطور التحكيم في مصر؟ أنا عايف إن هي جملة عريضة وكبيرة وأكيد فيها تفاصيل كثيرة بس لو حتى تلمهلنا يعني كويس أي شيء في الدنيا حالك عايز تصلحه لازم توفير الموارد مالية في موارد مالية تقدر تعمل حالات كتير جدا تقدر تعمل معسكرات تقدر ترفع بدلات تقدر تعمل يعني أنا من دي من المقترحات اللي هقولها إن شاء الله الفترة اللي جاية نحن عايزين نعمل لاي حملية طبعا المبلغ لما الكابتن أنا صامع الفتاح كان رفع البدلات 7000 جنيفه المباراة كانوا تقريبا يعملوا 500 دولار دلوقتي 7000 حوالي 130 دولار يعني قيمتهم قالت ما زالتش يعني الحكم بقى بيلعب بفلوس أقل من جر زيادة كل الموظفين وكل الناس اللي بتشغل في جميع الهيئات والشاركات والمؤسسات بتاعت الدولة في حاجة اسمها زيادة سنوية فإحنا الليحة الجديدة هتعمل لازم بقى فيها زيادة سنوية أنا مش هقعد أجري وراء كل اتحاد هقوله زود صح تمام زي على الفكرة أنا يسفل معطا زي أي مؤسسة أي بن قدم بيشتغل فيها في زيادات سنوية موضوع منتهي صحيح موضوع منتهي صحيح أنا كل سنة هعمل مقترحة وقدروا لهم زودوا لا أومة 15% اللي الدورة بتكرهم زي زي أي حد في الدورة هيتكرهم 15% زيادة سنوية صحيح والليحة لازم زي ما يبقى فيها صواب لازم يبقى فيها قاب صحيح يعني التأرير بتاعة المباريات يعني احنا مثلا نعملوا بعشر تلاف جنيه كويس ده للي يبقى امتياز اللي جيد جدا سبعة تلاف جنيه اللي هو بيخدهم دلوقتي أقل من جيد جدا أقل من جيد جدا وعمل في المباراة لعبة أو خد قرار أثر على نتجة المباراة ما ياخدش فلوس خالص زي لا خالص ما هو دلوقتي خسر فرقة خسر فرقة زي يعني انت حاكم موجود في الدورة ممتاز وتخسر فرقة وديك فلوس لا هو أي حاجة في الدنيا أي حاجة في الدنيا بتعمل انتظام والتزام بالمقابل المادي هيبقى مركز جدا إذا قلت لك لا مغلطش المباراة كلها راحت عليا وانسا كابتن كريم انت راحرك مسك فريق وعايز تكسب اربط له النتائج بالمكافئات ده بيحصل بيحصل اليوم السواريخ في الملعب اليوم بيجرؤ بيماوته نفسه لكن اللعيب اللي ما بيلعبش وبياخد عقده خلاص انا كده كده واخده هروح هلعب حكم رابح هروح هلعب فار لا التقم كله الخطأ اللي هيحصل مش الحكم الستة اللي موجودين خطأ حدث في أثر في نتجة المباراة بسبب سوء تقدير أو عدم فهم جيد للقانون خصم مفيش حاجة اسمها اقاف اوقفك ليه انا محتاجك انا مختار تلاتين حكم في الليستة بتاعة السي وان اخسرك ليه انا محتاجك لكن مدلكش فلوس تكررها وقفك يعني اول مرة زي اللعيب زي اللاعب المدير الفني انت غلط في ماتش بيقف معاك معناوين وخليك في التشكيل غلط تاني بقى وقفك وبرده مدلكش فلوس هاي 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 دي الخطة لا دي مش دي الخطة دي دي حاجة اللي تخلي فيه التزام فيه التزام وفيه عدالة وتفرقة ما ينفعش محمود البنة يلعب الاهلي والبيرامدز نهائي الصوبر ولا الاهلي والزمالك يديلو سبعة تلاف جنيه محترام الشديد محترام الشديد الكامل لكل الاندية واحنا على مسافة واحدة من كل طب احنا بنشابه تبقى لترتيب الجدول واي فرقتين عشان محدش يزعل مني في وسط الجدول نتيجة المبارة غير مؤسرة لو الاتنين خسروا موجودين مش هيهبطوا ولا هيطلعوا مثلا من الاربع الاول اللي هيمصروا مصر في بطرات الكاف وتساوي ده مش معقول لازم ببقى فيه حافز للمبارات الكبيرة المطش بتكلفة اربعين الف دولار والحكم المصر بحاكمه سبعة تلاف جنيه تمام لما انا حاكمت الالو الزمالك الحظ كل مصر اشارت وبعدين فين المكافأة المادية لذلك انا لازم اكافأ الحكم بعيد في المبارات الكبيرة لازم تتعامل المكافآت انه وفر لك مبلغ كبير زيادة وبعدين في الاول وفي الاخر الحاجات دي لايحة والانديال اللي بتدفع هو الانديال ده الوقت لم حصل الارتفاق في الاسعار كل الناس رفعت اسعار الموظفين بتاعتها واللعيبة رفعت اسعاره مش كده الجزء الوحيد اللي ما ترفع عشي بدلاته الحكام بقى فيه ثلاث مرات زيادات اسعار في الدولة والحكام لا كل الناس زادت زادت بدلاتهم اللي للحكام اللعيبة المدربين الشوعة غاليت العربات غاليت طيب ماشي ما احنا بردل عايزين نطور بردل من جنيه الحكام الحكام عايزة تعيش بردل فانت تديني سبعة تلاف جنيه مئة وثلاثين دولار عباً بيومي دلوقت ممكن ازود حتة كمان الحكام نفسه فعلقتهم مع اللاعبين في أرض الملعب اللي بياخد قدامه ملايين مش هو الحكام نازم بياخد ملايين هو كمان بس انا عارف الحكام ده بياخد سبعة تلاف جنيه يعني حتى قرب الدنيا خلي الدنيا ان الحكام ده معزز مكرم في أرض الملعب لا خور بياخد تانية اكتر اه انا بقى هش هاخد بقى طيب ما انت عايز تعملني مقدم برامج ايوه تفضل يا فاند هسألك تلات اسئلة انا هتساني وبعد يزد ماشي باشي بس انا لحواتك الحكام بس انا من الحكام ما جاوبش انت كيه كان لازم تواوب ماشي قول دي هتجاوب اسئلة خفيفة فاضل وانا هتجيك عسيلة خفيفة واحد شوية واحد ضارك يرضيك مع كامل احترامنا لزميلنا المكملين في المنظومة هم الغرف خالق الملابس وصائقين الاتو بسبت هتلان دي اللي بتنقل اللي لعيبة من القاهرة مثلا المبارا في اسكندرية يباتوا فوقتي الخمس نجوم والحكم كل حكم جاي من مكان لا لازم الحكم يقع معزز مكرم زي كل الناس يقع معززين مكرمين احنا مش عايزين نبقى حسن من حد احنا بنساوي الحكام بأفراد من منظومة طبعا فيش خلف وما بنتكلمش على مجلس الإدارات وعلى مدرين الفنيين احنا نتكلم على الأخوة اللي هم الناس المساعدين اللي هم ممكن بشكل كبير ما يكونش لهم دور في المباراة اساسا اساسا ما يكونش مشتركين في المباراة انت بتناموا قبلها بيوم بيأكل أفضل أكل وبينام أفضل نوع والحكام بيناموا فين في بيوتو في بيوتو اوكي رقم اتنين اي اي مكان في العالم في مجموعة عمل في يونيفورن صح هنينفى انا اخش برضو مباراة الأخوة لانا اتكلمت عليهم المحترمين زميلنا كلهم اه خمسة ستة عمال غرف خلق ملابس كل الناس لابسين زي بعض اللعيبة لابسين زي بعض الجهاز لابس زي بعض وأنا كل واحد فينا رايح لابس حاجة واخدين لابسي آخر حاجة مثلا من سنتين تشيرتين وترينج حاكم يروح بتشيرت وترينج ومباراة أهلي وزمالك يبقى مدير الفين اللابس بدلة وهو لابس تشيرت واخده من سنتين الحاجات دي بتستهلك ولا أنا مطلوب مني ان انا اخد الكلام ده اشيله في الدولاب لحد المباراة على فكرة بعض الناس ممكن يقول لك كابتن برده بيتكلم في حاجات مش عارف ايه الحاجات دي في منتهى الهمية الامج الصورة بتاعت الحكم ده من احترام الحكم يعني يبقى شكله وهيئته شكله تخلي الناس كلها تحترم لعيب الكورة والمدرورين وكل شيء اه طبعا طبعا الشكل العام مهم جدا مهم يعني الناس بتعتبراش ان ايه حاجة فرعية الشكل العام مهم الأدائك صح الشكل العام مهم الأدائك صحية تمام فانت دي مش مميزات برضو دي حقوق حقوق بس انت مش قادر تطلبها عشان خاطر انت مشغول بمستحقتك المالية اللي انت ما بتاخدهاش مهم اوكي الفلوس بتجي من الانديه بتخش الربطة او تخش الاتحاد اوكي 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 ما تخش عارطول على حساب لجنة الحكام وتسويها لك اخر السنة كل ماتش يجي تحاول على حساب البنكي بتاع كل حكم وخلاص انت بتعطلني ليه صحية بتعطلني ما الفلوس بتيدي صحية بتعطلني الفلوس جاية لنا مزبوط اخدها اصرفها الدورة تلغى هيفق حسابك اصرفها وبردو تبقى اصرف مالي وقداري مجلس ادارة الاتحاد ومدير التنفيذ الاتحاد مش احنا مش احنا هتحكم فيها